اشتركوا في القناة في مهمته مضيعة للوقت يوسف شيبو المحلل الرياضي بقانوات بين سبورس القطرية قصف الناخب الوطني بعد الهزيمة امام منتخب الولايات المتحدة الامريكية حيث نشر تدوين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قال فيها اداء لا مستوى لا اسلوب فوضى داخل الملعب لم المس اي تطور في الاداء اختيارات عشوائية في كل شيء هذا الرجل غد دخلنا في الحيط وحيدة للوزيتش خسر كل الاصوات حتى التي دافعت عنها وذلك بعد الاداء الباهت الذي ظهر به الفريق الوطني في ودية الولايات المتحدة الامريكية ملف حكيم الزياج قد يكون هو الاخر حاسما في رحيل وحيدة للوزيتش عن المنتخب الوطني قبل انطلاق نهائية كأس العالم للاشارة فان التقارير تشير الى النواحيدة للوزيتش اصبحت ايامه معدودة على رأس المنتخب الوطني وان مواجهة ليبريا قد تكون الاخيرة لها وفي خبر اخر طالب القضاء الجزائري بحبس النجم السابق لمنتخب الجزائر لكرة القدم رابح ماجر لمدة 18 شهرا وذلك خلال محاكمته الجارية بتهمة الاحتيالة ويخضع ماجر 63 عاما الذي اشتهر بتسجيله هدفا لفريق بورتو البرتغالية في الفوز على باير ميونيخ خلالمانية بهدفين مقابل هدف واحد في نهاي كأس الاندي الأوروبي البطل مصابق دور أبطال أوروبا بمسماها القديمة في عام 1987 بكعب قدمه وتولى تدريب المنتخب الجزائري للمحاكمة بتهم عدى وإلى جانب الاحتجال وجهت إلى ماجر أيضا تهمة التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة وفقا للتقارير إعلامية ويتهم ماجر الذي كان يملك الصحيفتين بمواصلة جني عائدات المصاريف من الإعلانات العامة لمدة عاما بعد إغلاق الصحيفتين وطلبت الوكالة الوطنية الجزائرية للنشر والإعلان بإعادة الرسوم وكذلك دفع تعويضات نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء